بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون الشيئات أن يشدقون شاء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شاي إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فنبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفين وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تطلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين تغروا بآيات الله ولقائه أولئك أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتينا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشتنا شبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال ونألون غير الله من قبل المثال أئذ إنا مهلكوا قالوا إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يففقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصدحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خشفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإياهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتها إلا الكافرون وما كنت تتفع من قبله من كتاب وما كنت تتفع من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لرتاب المبطلون بل هو آيات بيناتهم في صدور الذين أوتوا العلم وما يدحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من رعبه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكترهم أن ما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وإسراء لقوم يؤمنون قل كتاب الله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخافرون وأستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم ضغطته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطكم بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من توطهم ومن تحف أرجلهم ويقول لوطوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون قل لنا الجن ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبغوا أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من بابك لا تحمل ربقها الله يرزقها وإياكم وهو الزمين العميم ولئن سألكهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفطون الله يلتب الرزق لمن يشاء من عباده ويطبر له إن الله بكل شيء عمين ولئن سألكهم من نزلنا السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعطيون وهذه الحياة الدنيا إلا له ونعب وإن من دار الآخرة لهي الحياة وعنوا لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعهم مع مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البره إذا هم يشركون ليطروا بما آتيناهم وليتمسعوا فسعوا فيعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفب الباطل يؤمنون وفي معنة الله يتخطون ومن أغلب من من اشترى على الله كبدا أركذب بالحق لإنما جاء أليس في كان من نمس وملكاتين والذين جاعدوا فينا لنهدي أنهم تبننا وإن الله لنا المحترين